اشهدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بالنجاح الكبير والباهر لاستضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ونوهت بما تضمنته كلمة جلالة ملك البلاد المعظم رعاه الله وخطابه الجامع من مضامين نبيل ورؤى سديد لمواصلة مسيرة الوطن العربي المباركة في شتى المجالات من خلال اعلان جلالته تقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها والتي جاء من بينها مقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة ما يؤكد حرص واهتمام جلالته بكافة القضايا العربية والعمل على تنميتها والإسهام في تعزيز التضامن العربي والتكامل بين دول الوطن العربي مؤكدة حرص وزارة الصحة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية خدمة لمملكة البحرين الغالية والوطن العربي العزيز كما ثمنت وزيرة الصحة النتائج الإيجابية المثمرة والقرارات والتوصيات البناء التي خرجت بها قمة البحرين والتي من شأنها تعزيز التضامن العربي والدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر